مساء الخير أهلاً بمتابعي قناة فم الطبخ والحلويات مع ولا إن شاء الله تكونوا بأحسن حال اليوم مصفتنا رغوة الكبتشين والمنزلية أو رغوة النسكافي الطعم رهيب وحيجبكم وراح أعمل منها مشروب ساخن وراح أعمل منها مشروب بارد يلا نشوف المكونات وطريقة التحضير في البداية بحتاج إلى كاسة من النسكافي سريعة الدوابان وبحتاج إلى كاسة من السكر استخدمت هذا النوع من النسكافي بتقدر تستخدمه أي نوع متوفر وبضيف كاسة من مية بدرجة حرارة الغرفة ولازم كل المكونات تكون نفس الكاسة وما بينفع نقلل كمية السكر بخلط المكونات رح أضرب المكونات حتى يتكونوا عننا قوام كريمي استخدم المضرب الكهرباء اليدوي ومدة الضرب من 5 دقائق إلى 7 دقائق حسب نوع المضرب والسرعة اتكون معي قوام كريمي بس لسه ما وصلت للمرحلة المطلوبة رح استمر في الضرب بتمنى تشتركوا في قناتي قناة فن الطبخ والحلاويات مع ولا والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكوا اشعار بكل فيديو ونزلوا على القناة ولازم نحصل لهذا القوام بفضي رغوة الكبتينو في علبة وبحفظها في التلاجة لمدة 5 أيام ولمدة 10 أيام في الفريزر لازم العلبة تكون محكمة الإغلاق وما يدخلها هوا ولما بدي استعمل الرغوة من الفريزر بطلع الكمية في كاسة وبسيبها تسيح وبعدين بضيف عليها الحليب ولتحضير كاسة من النسكافيه بضيف مالكتين من رغوة الكبتينو وبصوب عليها الحليب الساخن وبقلب الحليب مع الرغوة بهذا الشكل شايفين كيف القوام وبزينو بالكاكاو أنا عملت كاستين كاسة لونها فاتح وكاسة لونها غامج الكاسة لونها فاتح استخدمت معلقة من الرغوة النسكافيه والكاسة لونها غامج استخدمت معلقتين من الرغوة النسكافيه بتمنى تشتركوا في قناتي قناة فن الطبخ والحلاويات مع ولا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكوا اشعار بكل فيديو ونزلوا على القناة ولتجهيز المشروب البارد بضيف مقعبات من التلش وحليب بارد وبضيف رغوة النسكافيه على الوجه بزين الكاسة بالايس كريم والكاكاو بنتمنى انها تكون وصفتي لليوم عجبتكم شكرا لحسن المتابعة وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد شكرا لحسن المتابعة